الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله صدق الله العلي العظيم سنة ألف وتسعمائة وأربع وأربع عشرة ميلادية ألف وتسعمائة وأربع عشرة ميلادية ابتدأت الحرب العالمية الأولى وما انتهت هذه الحرب إلا بعد أن خلفت أكثر من ثلاثين مليون بين قتيل وجريح وأضراراً كبيراً جداً سنة ألف وتسعمائة وتسع وثلاثين بدأت الحرب العالمية الثانية وما انتهت إلا وتركت أكثر من ستين مليون قتيل حسب ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة قبل لعله خمس سنوات أو أكثر والأضرار الجسيم الأخرى لا تحصى لا يتمكن ملايين من الخبراء أن يحصوا مجموع الأضرار التي تركتها الحرب العالمية الثانية طبعاً طبعاً الأضرار بقيت إلى عشرات السنوات وربما بقيت إلى زمننا هذا الحرب انتهت سنة ألفين وواحدة ميلادية بدأت الحرب العالمية الثالثة التي تسمى بالحرب على الإرهاب هذه الحرب هي حرب عالمية نعم لأنها اشترك فيها عشرات من الحكومات فهي حرب عالمية بحق وأن لم تسمى عند البعض وأن كان سماها البعض الحرب العالمية حرب عالمية اشتركت فيها عشرات من الحكومات ولا زالت هذه الحرب مستمرة إلى يومنا هذا بعد مرور أكثر من عشرين سنة وتركت هذه الحرب أضراراً كبيرة جداً جداً الحكومات الحكومات والحكام عندما يتعرضون لا اعتداء لنفرض أنه بالفعل كان هناك اعتداء منطقهم هذا أنهم يحاربون خصوصاً الحكومة التي تكون في موضع قوة يحاربون الطرف الآخر إلى حد هدفهم هذا إلى حد أن ينسفوا الطرف الآخر نسفاً كاملاً هذا هو منطق جميع الحكومات خصوصاً خصوصاً إذا فرض أنه بالفعل تعرضت لإعتداء من طرف آخر كل الحكومات كل الحكام على وجه الكرة الأرضية ليس الآن منذ بداية وجود البشر على الأرض هذا منطقها منطق الحكومات منطق الحكام إذا تعرضوا لإعتداء تعرضوا لحرب يحاربون إذا كانت الحكومة في موضع قوة أو الحاكم كان في موضع قوة يحاربون إلى حد نسف الطرف الآخر نسفاً كلياً إلا حاكمان هذان منطقهما مختلف منطقهما أنهما يحاربان متى ما بدأ الطرف بالحرب وينهيان الحرب متى ما طلب الطرف الآخر إنهاء الحرب بأي شكل من أشكال الطلب هذا في تاريخ البشر حاكمان فقط سيد الأنبياء وسيد الأوصياء محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب اللهم صلى على المحمد المحمد منطقهما هذا منطقهما في بداية الحرب الحرب منطق إني أكره أن أبدأهم بقتال منطقهما في نهاية الحرب منطق وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ذاك جنح للسلم أنت اجنح لها خلاص ومنطقهما في طول الخط قبل الحرب وبعد الحرب منطق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا المنطق منطق خاص بهذين الحاكمين صلى الله عليهما وآلهما لا تجد حاكما مسلطا مقتدرا وتعرض لاعتداء قبل أن تبدأ يبدأ الطرف الآخر الحرب هو لا يبدأ الحرب هذا منطقه سوء لله وأهل بيته صلى الله عليهما قبل أن يبدأ بالحرب لا أبدأ بالحرب يهيئ إلى الحرب يؤذي ما بدأ بالحرب لا نبدأ بالحرب لا تجد في تاريخ البشر بمجرد أن الطرف الآخر يضع السلاح بمجرد أن الطرف الآخر يهرب من ساحة المحركة يتركه الحاكم هذا في تاريخ البشر غير موجود إلا في تاريخ رسول الله وآهل البيت عليهما صلى الله عليه وسلم في تاريخ البشر لا تجد حاكما مقتدرا عنده جيش كبير يتعرض للحرب من جهه تلك الجهة تخسر المعرك ولا يبقى منهم إلا فقط وفقط من أولئك إلا فقط وفقط تسعة أشخاص يتركون يجعلون السلاح يتركون الحرب وهذا الحاكم يتركهم تسعة فقط بقى وهو كان يمتلك جيشا جرارا خلال دقائق معدودة لعله خلال دقيقة واحدة كان يتمكن أن ينهي أولئك لا بقية تسعة هؤلاء تركوا الحرب فروا هربوا خلاص هذا فقط أمير المؤمنين صلى الله عليه في التاريخ ماذا نسمي هذه الحالة ماذا نسميه هذا العمل نسميه رحمة نسمي هذا الفعل وهذه النفسية عظمة في الأخلاقيات لا هذا شيء فوق مستوى الأخلاق العظيمة هذه إعجاز في الأخلاقيات هذا ليس بمستوى الإعجاز في الأخلاقيات هذا أعظم إعجاز في الأخلاقيات يعجاز يعني ماذا؟ يعني يعجز البشر عن مثله البشر عاجز عن مثل هذه الأخلاقيات حتى الذين كانت لهم عاجز أخلاقية وهم الأنبياء وهم المرسلون لا تجد في تاريخهم مثل هذه الحالة فهذه أعظم إعجاز في الأخلاقيات هذا جانب؟ هذا واضح ولكن القضية لا تقتصر على مجرد إعجاز في الأخلاق عظم أخلاقية لا فقط هذه عظم إعجازية في التدبير هذه عظم إعجازية في التعامل مع الأزمات هذه عظم إعجازية في طريقة الحكم تريدون أن نعرف جانبا من هذه العظمة في التدبير في إدارة الأزمات في التعامل مع الأزمات في الحكم تريدون أن نعرف لنعرف هذه الأرقام التي ذكرتها دراسات هذه الحرب الأخيرة العالمية الحرب على الإرهاب بدأت سنة 2001 لماذا؟ لأن تلك الحكومة اعتبرت نفسها قد اعتدي عليها وقتل من شعبها أقل من أربعة آلاف شخص في قضايا عديدة مجموعة من قتل في هذه القضايا أقل من أربعة آلاف ثلاثة آلاف شيء وتضررت أضراراً مادية كبيرة فمن حقها أن تحارب بأي منطق؟ بمنطق حارب إلى أن تنسف الطرف الآخر نسفاً كاملاً وهذا المنطق هو منطق كل الناس هو منطق كل الحكومات هو منطق كل الحكام على مر التاريخ أنا معتدى علي فمن حقها أن أحارب أحارب إلى أي حد؟ لا إلى حد أنه يجعل السلاح ويترك لا إلى حد أنه يهرب من ساحة المعركة لا إلى حد النسف وقد أعلنوا بكل صراحة أن هذه الحرب في بدايتها أول ما بدأت أن هذه الحرب حرب للقضاء على الإرهاب هذه العبارة القضاء يعني النسف نسفاً كاملاً هذا منطقهم وهذا منطق كل الحكام على مر التاريخ والحكومة التي ترى نفسها مظلومة فمن حقها أن تحارب بهذه الطريقة وبهذا المنطق حاربت الحرب استمرت إلى يومنا هذا أكثر من 20 سنة حارب في حالة حارب الذين قتلوا في هذه الحروب هو أساساً لماذا ابتدأت الحرب بسبب أنهم اعتبروا أن من شعبهم قتل أقل من أربعة آلاف شخص بدأت الحرب وقد قتل في هذه الحرب فقط وفقط طبعاً الحرب على الإرهاب صارت منتشرة كثير من الدول دخلت لا لا علينا ببقية الدول فقط لنأخذ بعض الأرقام لحكومة واحدة الحكومة الأمريكية الحروب التي اشتركت فيها بعنوان الحرب على الإرهاب في هذه السنوات هذه الحروب تركت أكثر من خمسة ملايين قتيل الحكومة الأمريكية تضررت في تلك الأعمال الإرهابية تضررت أضرار بمليارات حسب ما قالوا بمليارات الدولارات كم صرفت الحكومة الأمريكية في الحرب على الإرهاب في بلاد مختلفة هي تضررت مليارات حسب ما أعلنه صرفت أكثر من سبع تريليونات دولار في البلاد المختلف والحرب لا زالت مستمرة يعني تضررت واحدا وصرفت في الحرب تلك ألف ضعف ذلك تقريبا ناهيك عن بقية الأضرار لهذه الحرب الأضرار البيئية لا تعد ولا تحصى القتلى خمسة ملايين طبعا لا أقول كل الحرب على الإرهاب في كل البلاد لا حرب الحكومة الأمريكية الحروب التي اشتركت فيها هي كانت طرفا فيها في خلال هذه السنوات تركت أكثر من خمسة ملايين قتيل كم جريح ما عندي أحصائي ما قرأت أحصائي ولكن بالتأكيد أضعاف القتلى كم متضرر ضررا نفسيا من هذه الحروب أضعاف الجرحة كم سببت هذه الحرب انشغال الحكومة أو الحكومات عن مهامها الداخلية البطالة من مهام الحكومات كم انشغلت الحكومة المشغولة بالحرب تتمكن أن تفكر في البطالة الحكومة المنشغلة بالحرب تتمكن أن تفكر في الضمان الاجتماعي الحكومة المنشغلة بالحرب تتمكن أن تفكر في تحديد في توسعة التأمين الصحي طبعا لا تتمكن طبعا هذه أرقام يقولونها هم يعني يعترفون بها أن التخلف الذي حصل في داخل بلدهم بسبب هذه الحرب في هذه الأمور المهمة جدا كبير قبل هذه الحرب كانت ميزانية تلك الحكومة عندها فائض أكبر فائض في تاريخها قبل الحرب بالسنوات قلائل ثلاث أربعة سنوات عالا أكبر فائض في تاريخ الحكومة الأمريكية وبعد هذه الحرب نزلت إلى مستوى عندها أكبر لا أقول اليوم بعد أشرين سنة لا في بدايات الحرب يعني بعد بداية الحرب بثلاث سنوات تقريبا أو سنتين أعلنوا أنهم حصل عندهم عاجز ما حصل مثل هذا العاجز في ميزانية الحكومة الأمريكية في تاريخها طبعا أموال ضخمة جدا كم من الأضرار تحملتها في سبيل منطق أريده نسف الطرف الآخر نسفا كاملا لو كانت تمشي بمنطق متى ما ترك الطرف الآخر الحرب أترك بعد أقل من شهر كانت تترك الحكومة الأمريكية هذه الحرب بعد أقل من شهر لأن الطرف الآخر هرب خلص كانت الحرب تنتهي هذه الأضرار ما كانت تحصل ثم الهدف ما هو؟ الهدف هدف مهم الهدف القضاء على الإرهاب بالله عليكم يوجد شخص في العالم يعرف بعض الأشياء يقول الإرهاب قضي عليه أبدا تحقق هذا الهدف خلال أكثر من 20 سنة خلال هذه الأموال الكثيرة خلال هذه القتلة الكثيرة خلال هذه الأضرار الكثيرة حصل القضاء على الإرهاب؟ أبدا حصل عشر معشار القضاء على الإرهاب؟ لا حصل توقيف الإرهاب؟ لا الإرهاب بالعكس ازداد الإرهاب انتشارا بعد هذه الحرب بالضبط مثل غدة سرطانية طبيب ما كان يعرف كيف يتعامل معها خرقها انتشرت الارهاب ما كان منتشرا قبله الحارب على الارهاب هكذا انتشار موجود اليوم كان محصورا اشياء قليلة حسب ما ذكروا الارهاب الممنهج الآن الارهاب الممنهج في كل مكان شيء اخر الحكومة الامريكية لعلها كانت بصدد انها تؤمن امنها الداخلي هذا شيء ايضا لم يحصل دراسات منهم ان الامن الداخلي اليوم في امريكا اسوأ من الامن الداخلي قبل الحرب على الارهاب ما حصل ولا شيء ولا شيء الاهداف ما حصلت الاضرار الكبيرة حصلت والاضرار التي لا تحصى اضرار اموال ممكن اضرار قتلى ممكن احصى هذه الاضرار كثير من الاضرار اصلا لا يمكن احصاؤها لكثرتها لعظمتها هذا نموذج حتى نفهم عندما اقول العظمة الاعجازية لرسول الله صلى الله عليه وآله في التدبير ليست القضية فقط قضية اخلاقيات نعم في الاخلاقيات هذه قمة العظمة قمة العظمة الاعجازية ولكن القضية ليست فقط اخلاقيات حتى تدبير في ادارة الازمة حصلت ازمة حصلت مشكلة بين الرسول الله صلى الله عليه وآله وبين الطرف الآخر الطرف الآخر اعتدى الطرف الآخر ظلم الطرف الآخر جاء يحارب كيف اتعامل مع هذه الازمة بمجرد ان وضع السلاح اتركه هذا تدبير هذه حكمة غير قضية الاخلاقيات فقط النبي صلى الله عليه وآله صنع شيئا لا نقول نحن هذا الشيء فقط اعداء اعداء رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا هذا الشيء الكتب التي كتبوها ضد النبي انا قرأت بعضها يعترفون بهذا الشيء النبي صلى الله عليه وآله صنع شيئا اشياء اعجازية عجيبة هم طبعا لا يعبرون عنها بالعجاز ولكن شيء ما حصل في تاريخ البشر النبي صلى الله عليه وآله تمكن ان يغير جيله بل الجيل السابق عليه هذه معجزة معجزة هم لا يعبرون عنها بمعجزة يقولون هذا الشيء في تاريخ البشر ما حصل العباقرة العظماء ان تمكنوا يتمكنوا عن يغير الجيل الثالث يعني جيلهم لا يتمكنوا عن يغيرهم الجيل الثاني لا يتمكنوا عن يغيرهم الجيل الثالث اذا تمكن شخص ان يغير الجيل الثالث فهو عبقري فهو عملاق النبي صلى الله عليه وآله غير الجيل الثالث غير الجيل الثاني غير جيله غير جيل آبائه يعني الجيل الأسن من النبي صلى الله عليه وآله حتى ذاك الجيل غيره هذا معجزة كيف تمكن لو كان ينشغل بالحروب وهو كان منتصرا يتمكن أن ينشغل بالحروب عنده زلاح في أكثر الحروب تعلمون الجه الإسلامي انتصر لو كان يريد أن ينشغل كان يتمكن أن يحقق هذا الهدف أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام في الجمل في النهروان عندما تركوا أولئك الحرب لو كان يريد أن ينشغل بالحرب كان يتمكن أن يحقق هذه الأهداف العظيمة يا أخي بلد بهذه الوسعة لا يوجد فيها فقير بلد بهذه الوسعة خلال أربع سنوات ونصف فقط فترة حكم قصيرة الكوفة أربع ملايين ونصف نفوس الكوفة خلال هذه الفترة القصيرة لا يوجد مستعجر واحد ساكن في الكوفة معقول أصلا كيف تمكن أمير المؤمن صلى الله عليه أن يحقق هذا الهدف هذه الأهداف الضخمة الكبيرة لو كان ينشغل بالحروب كان يتمكن أن يحقق هذه الأهداف عندما أقول عظمة إعجازية في التدبير عندما تترك الطرف الآخر أنت المستفيد لا أقول فقط إلهيا وفي الآخر حتى دنيويا أنت المستفيد هكذا حاكم يتمكن أن يحقق هذه الأشياء العجيبة التي ما تمكن أن يحققها أحد لأن منطق الحكام غلط منطق رسول الله صحيح منطق وإن جنحوا للسلم فاجنح لها جنحوا للسلم ولكن هؤلاء يخططون المؤامرات فليكن الآن ترك السلاح الآن ولا مدبرا راح ذهب ذهب هرب من ساحة المعركة خلص هو يخطط متى ما حرب أني أحاربه الآن لماذا أنشغل بالحرب الحرب فقط وفقط في منطق رسول الله صلى الله عليه وآله الحرب فقط وفقط لقمة الضرورة عندما يحاربني ودافع خلص الحرب ضارة أضرار كبيرة جدا لماذا أدخل في هذه المتاهة عندما يحاربني لا أستسلم طبعا عندما يقاتلني وقاتله ودافع النفس أما ترك الحرب خلص في أمان الله هذا المنطق منطق حكيم دنيويان هذا الموضوع ما هو ارتباطه بنا بعض المواضيع الإنسان يطرحها مواضيع معرفية الإنسان يلزم أن يعرفها مهمة جدا المواضيع المعرفية ليست تهينة ولكن بعض المواضيع فيها جانب معرفة فيها جانب عمل هذا الموضوع موضوع معرفي بحت أو موضوع عملي لنا موضوع معرفي صحيح يكتشف الإنسان من هذه القضايا عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله عظمة أهل بيته عليه الصلاة والسلام واضح ولكن هل لنا جانب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الموضوع الحروب ليست عندنا الحروب عند الحكومات لا الموضوع له ارتباط بنا النبي صلى الله عليه وآله هذا عمله وهذه صفته فقط في الحروب لا في كل المشاكل التي كانت تحصل أبرزها الحروب إذا كان في الحرب يترك الحرب بمجرد ما تركه الطرف الآخر الحار في أمور ثانية هكذا كان بطريق أولى وأوضح هذا الجانب مرتبط بنا نعم مرتبط بنا نحن عندنا مشاكل مشاكل اجتماعية بيني وبين شخص بين فئة وبين فئة ثانية هو ظلمني تلك الفئة ظلمتنا مثلا بمجرد أن يترك الطرف الآخر المشكلة يلزم أن أترك عنها المشكلة حتى لو كان ناويا للسوء فليكن الآن ترك كمثال كمثال أقول كمثال أقول الشيء أعظم من هذا شخص جاء أمام الناس شتمني ثم ترك الساحة الذهب راح أمتار أتركه خلص راح لا ألاحقه أقول شتمتني أنا أجتمك أيضا لا 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 خلص منطق النبي صلى الله عليه وعليه ليس هذا شتمني الآن في ساحة مشكلة ما دام هو في ساحة المشكلة تتمكن أن تدافع عن نفسك دافع عن نفسك ترك ذهب مشى خطوات أتركه خلاص انتظر لا تستمر في المشكلة هذا كمثال أقول شتمني وأي مشكلة هكذا شخص ظلمني الآن ترك المشكلة الآن ترك المشكلة ذهب وتركه هذا ليس من صالح آخرتي فقط هو من صالح آخرتي واضح من صالح دنياي لأنني أتفرغ لأعمالي الأخرى إذا انشغلت بهذه المشكلة متى أؤدي دوري شيئا أولا عمل ثانيا صفة نفسية الأساس في العمل عملي يكون هكذا ثانيا أصلا يلزم أن يكون في نفسي هكذا هالحالة موجودة في نفسي فبما الله عز وجل يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك الآية تبين حقيقة تبين شيء حقيقي في نفس رسول الله الغلظة ما كانت في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله اللين كان في نفس رسول الله فبما رحمة من الله لنت لهم لين حقيقي ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك ما كان فضا ما كان غليظ القلب رسول الله شيء نفسي الشيء النفسي أساسه العمال يعني ليس فقط عملي يكون هكذا لا نفسي تكون هكذا الآن توجد مشكلة الطرف ترك المشكلة لأي سبب اترك نفسيا يلزم أن أكون هكذا يعني هكذا التفكيري يلزم أن يكون هذا من صالح الدنياي وآخرتي القضية قضية معرفية نعم القضية قضية عملية اقتداء لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رسول الله أسوة لنا في هذا الشيء أيضا أسوة مشكلة حصلت بيني وبيني شخص قبل عشر سنوات عشرين سنة لا أنسى أيها نفسية سيئة هذه هذه نفسية الناس نفسية الحكومات هذا خلط تربية النبي صلى الله عليه وآله ليست هكذا لا زال هو يخطط نعم عندما أبو سفيان ترك الحرب ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وكان في مكة أبو سفيان كان في مكة كان ترك التخطيط ضد النبي صلى الله عليه وآله طبعا لا غير أبو سفيان أيضا ترك لا كانوا يخططون حتى لو كان يخطط الآن لا توجد حرب خلص لا تنشغل بالحرب لا أقول لا تأخذ حذراك خذ حذراك ولكن لا تنشغل بالمشكلة ما دام الطرف الآخر ترك على أبواب ذكرى مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله النبي صلى الله عليه وآله هو مصدر الخير هو أساس الخير كل شيء فيه خير كل شيء بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وآله فيه خير كل ارتباط أولا ثانيا ثالثا أولا الارتباط في مجال العقيدة الاعتقاد برسول الله صلى الله عليه وآله باب الخير لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسه اللهم صلى الله عليه وآله المن هذه على المؤمنين يعني على من على من اعتقد اعتقادا صحيحا برسول الله صلى الله عليه وآله الاعتقاد به مصدر خير العمل على دربه مصدر خير قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني النتيجة يحببكم الله اتباع رسول الله عمليا عقيدة لقد من الله على المؤمنين عمل اتباع ثالثا حتى ذكر النبي صلى الله عليه وآله باب من أبواب الخير ذكر النبي باب لخير عظيم ذكر الصلوات على محمد وآل محمد باب اللهم صلى على محمد وآل محمد أقرأ لكم رواية شريفة أختم بها حديثي شاهدي من هذه الرواية الشريفة مقطع نصف ساطر ولكن بسرعة أقرأ الرواية الشريفة رواية لطيفة بسند صحيح عن الأمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لعلي عليه الصلاة والسلام ألا أبشرك البشارة من النبي البشارة صادر للوصي صلى الله عليه وآله ما كم هي جميلة ألا أبشرك فقال الأمام أبي المؤمنين فقال بلا بأبي أنت وأمي فإنك لم تزل مبشرا بكل خير فقال صلى الله عليه وآله أخبرني جبرائيل آنفا بالعجب فقال له علي صلى الله عليه وآلهما وما الذي أخبرك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وآله أخبرني أن الرجل من أمتي إذا صلى علي وأتبع بالصلاة علي أهل بيتي الله صلى الله عليه وآله 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 يصلي على رسول الله ويتبعه بأهل بيته صلى عليه وآله أخبر 말씀을 نبحث financiER يقول لك بقية الرواية الشريفة أيضا أقرأها جميلة فتحت له أبواب السماء وصلت عليه الملائكة سبعين صلاة وإن كان مذنبا خطئا ثم تحات عنه الذنوب كما تحات الورق من الشجر ويقول الله تبارك وتعالى لبيك يا عبدي وسعديك ويقول الله لملائكته يا ملائكتي أنتم تصلون عليه سبعين صلاة وأنا أصلي عليه سبعمائة صلاة الله أصلي على محمد الله هذا إذا صلى على رسول الله وأتبعه بالصلاة على آله ثم قال النبي صلى الله عليه وآله فإذا صلى علي ولم يتبع بالصلاة علي أهل بيتي والعياذ بالله تعالى كان بينها بين هذه الصلاة وبين السماء سبعون حجابا العياذ بالله ويقول الله جل جلاله لا لبيك ولا سعديك لهذا الشخص هذا الرجل يا ملائكتي ثم يخاطب الله عز وجل ملائكته يا ملائكتي لا تصعدوا دعاءه إلا أن يلحق بنبيه عترته اللهم صلى على محمد وعلم محمد فلا يزال محجوبا هذا الدعاء هذا الصلاة محجوبة تبقى فلا يزال محجوبا حتى يلحق بي أهل بيتي اللهم صلى الله عليه وآله الاعتقاد به صلى الله عليه وآله السير على منهجه عمليا ذكره الشريف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع إيماننا به صلى الله عليه وآله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا اقتداء عمليا به صلى الله عليه وآله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للإكثار من الصلاة عليه وآله اللهم صلى على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد اللهم صلى الله عليه وآله